أصعب شتاء يمر عليها منذ الحرب العالمية الثانية جراء الخفض التدريجي لضخل الغاز الروسي عبر خط نوردستريم واحد إلى نسبة أربعين بالمئة من طاقته الاستيعابية ثم إلى عشرين بالمئة قبل أن تعلن شركة غاز بروم عن وقف الضخ بشكل كامل بسبب أشغال السيانة لأجل غير مسمى قرار جعل الدول الأوروبية في موقف حرج خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية بنسبة ستمائة وعشر بالمئة مقارنة بنفس الفطرة خلال العام الماضي وهذا الارتفاع سيدفع عددا من محطات توليد الطاقة في أوروبا لأعلان التوقف عن العمل لعدم قدرتها على مسير التكاليف الإنتاج خصوصا أن الكهرباء في أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز في إنتاجها في حين يرى مراقبون أن المتضرر الأكثر من وقف الغاز الروسية ستكون دول شرق أوروبا والتي تعاني من نقص حاد في الغاز المخزن بينما دول أوروبا الغربية لديها مخزون من الغاز مطمئن نسبيا وفي الوقت الذي أوقفت فيه روسيا الغاز على الدول الأوروبية ارتفعت وبشكل قياسي صادرات الغاز الروسي نحو الصين عبر خط سيبيريا حيث ازدادت بنسبة ضخ بحوالي 61% مقارنة بسنة 2021 تصابق الدول الأوروبية الزمن من أجل إيجاد بدائل دائمة للغاز الروسي الذي ربما يضع الملايين من الأوروبيين بين خيار الإنفاق على الطعام أو التدفئة